اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ودعا بدعوته وسار على نهجه وهداه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وبعد البرد هو الخير هو الفضل هو الإحسان والبرد بالوالدين هو الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل والحال والطاعة لهما في غي معصية لله عز وجل وأداء لحقهما في حياتهما وبعد مماتهما ينبغي أن تعلم أن البذ بالوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله سبحانه فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بيه الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ينبغي أن تعلم أنه لا يستطيع أحد أن يؤدي حق الوالدين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتغيه فيعتقه يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول الكعبة ويقول إني لها مطية لا تنفر إذا الركاب نفرت لا تنفر ما أطعمتني وأرضعتني أكثر الله ربي ذو الجلال الأكبر تظنني جازيتها يا ابن عمر فقال عبد الله بن عمر لا ولا طلقة أي ولا صرخة من صرخات الولادة لماذا تبر بالوالدين لابد من البر بالوالدين أولا لأن الكون مبني على العدل كما تدين تدان بروا آباءكم تبركم أبناؤكم عفوا تعفوا نساؤكم كن بارغا بوالديك يرزقك الله عز وجل الأبناء الذين يكونون بارغين بك والعقس صحيح لابد من البر بالوالدين حتى يبارك رب العزة في عمرك في مالك من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليبق والديه وليصل رحمه ثم مغفرة لذنوبك جاء رجل إها النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أذنبت ذنبا عظيما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أم قال لا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك خالة قال نعم قال فبضها فالخالة بمنزلة الأم ما هي صور البر من صور البر أولا البر في النظر ما بر أباه من سدد إليه النظر بغضب أن تنظر إلى والديك شزرا من طرف عينك مع تقطيبة الجبين عقوق وسوء أدب وسوف تجد ذلك من أبنائك ثم أدب في الكلمة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما طيبا سهلا لينا ملعون من سب والديه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تكون سببا في سببهما إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ثم بر في المال جاء رجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أباه ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبي يأخذ من مالي فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بأبيك ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا جاءك والد الرجل فاسأله عن كلام قاله بينه وبين نفسه لم تسمعه أذنى الوالد في الطريق كان يتمتم فلما جاء الوالد والولد قال النبي عليه الصلاة والسلام للوالد ولدك يشكوك فقال الوالد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سله فإنما آخذ من ماله لأطعم به عمات له وخالات فقراء وأنفق على نفسي فقال عليه الصلاة والسلام دعك من هذا وأخبرني عن كلام قلته بينك وبين نفسك لم تسمعه أذناك قال قلت يا رسول الله وهو يخاطب ولده غذوتك مولودا وعلتك يا فئة تهل بما أحن عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطوق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل لا تعامني كأب عامني كجار احتاج إليك بكى النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك الولد من ثيابه وقال اذهب أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك من البر بالوالدين هو البر في السلوك يرى أبو هريرة رضي الله عنه غلاما يمشي مع رجل فقال له من هذا الذي معك قال أبي قال اسمع لا تناده باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله من البغي بالوالدين إجابة دعوتهما إذا دعاك يحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جريج العابد الذي اتخذ صومعة فوق جبل جاءته أمه يوما تنادي يا جريج يا جريج فقال رب أمي وصلاتي وانشغل بصلاته جاءت في اليوم الثاني يا جريج يا جريج قال رب أمي وصلاتي وانشغل بصلاته جاءت في اليوم الثالث يا جريج يا جريج قال رب أمي وصلاتي وانشغل بصلاته فدعت علي وقالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه الممسات فتحدث بنو إسرائيل وأغروا به بغية وجعلوا لها جعلة إن استطاعت أن تغويه فلم تستطع فذهبت إلى راع مكنته من نفسها حملت ولدت غلاما قيل لها من أبوه قالت جريج فقاموا إليه هدموا صومعته ضربوه قال لهم لماذا قالوا له زنيت بفلانة قال أتوني بها فدع الله عز وجل ثم غمزه غمز الغلام باصبعه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الغاعي من فوائد الحديث يقول العلماء عليك أن تجيب والديك إذا دعاك ولو كنت في صلاة في صلاة النافلة وفي صلاة الفقد إن كانت في أول وقتها من حقوق الوالدين بعدما ماتهما بالدعاء لهما ويعلمنا رب العزة أن ندعو لهما فنقول وقل رب برحمهما كما ربياني صغيرة وأن تتصدق عنهما قال رجل يا رسول الله إن أبي مات أفينفعه أن أتصدق عنه فقال عليه الصلاة والسلام نعم ثم أن تسد ما عليهما من حق لله أو العباد قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الباغين بآبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم اللهم آمين صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد شكرا 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 اشتركوا في القناة